وحقول بعض النقاط السريعة ممكن تكون من المعينات على ذلك أول نقطة مهمة التوجيه والإرشاد في الصحيحين ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وحملنا مسئولية كل حاجة كلكم راعي وكلكم مسئول عن رعيته فبالتالي الأم راعية والأب راعي الأسرة مسئولة عن توجيه الصغيرين الأبناء الصغار نحو اختيار الصحبة الصالحة وبالتالي ده بيفرد أن أنا أتابع علاقتهم بأصحابهم مش غرض المرأبة إنما غرض المتابع من باب التحصين والوقاية من رفاق السوق وسيلة تانية مهمة برضو بتعين على أن أولادنا يختاروا الصحبة الصالحة أني أكون أنا وأمهم في البيت قدوا حسنا يعني والمعلم والمعلمة كذلك لأنه مش بيمرسوا العملية التعليمية والتربوية كذلك إن الولد يتعلم الولد ذكرا كان أو أنسا بيتعلم من خلال القدوة الحسنة بيتعلم من خلال والديه إذا شاف أبوه أمه بيتحليان بالخلق الحسن وبيصحبوش إلى الناس الصالحين شايفين صالحين دخلين وصالحين خارجين وإن أصحاب الولدة وأصحاب الولد من أهل الصلاح عليهم هذا الصلاح فأنا الطفل أو الولد في صغري ذكرا كان أو أنسا أما يشوف كده ده لي أثر لأن الأبناء كده كده بيقلدوا أبائهم وأمهاتهم فبيقتدون بآبائهم وأمهاتهم تلقائيا يبقى على بعد المتابعة على الولدين أن يحرص كل واحد منهم على اختيار الصحبة الصالحة وما يدخلش بيته إلا أهل التقوى والصلاح قدر الطاقة الإنسانية اللهم أصحاب الملازمين فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا حنقي أنفسنا وأهلينا النار إزاي إلا أن إحنا نسد الأبواب اللي ممكن يحصل أو يحصل من خلالها أن يدخل إنسان مش سوي البيت عندي فيأثر على حد من أولادي أو يؤثر على الزوجة أو يتؤثر على الزوج وارد أن ده يحصل فأنا بأفل الأبواب اللي ممكن تكون باب للنار بأن أنا حط عنصر مش سليم داخل البيت أو إن حد يجي مش مظبوط البيت ولذلك أهل العقل كانوا دايماً بنشوفهم ما يدخلوش بيوتهم أي حد وما يدخلوش بيوت أي حد بيبقى حاسب حسبته مظبوط عشان بيقفل الأبواب اللي ممكن حتى ولو بنسبة إنها تدخل عليه وبال أو شيء فاسد أو قدوة سيئة ممكن السيئة أو السوء اللي ممكن تشوفه بنتي أو يشوفه ابني في لحظة يحلوه في عين الأولاد أو في عيني أنا شخصياً في عين الإنسان يعني أب أو أم فالإنسان يقفل الأبواب دي من الوسائل المهمة بعد متابعة ولدنا وفي نفس الوقت الخدوة الحسنة اللي حيشوفوها فإن إحنا مش بنختار أي صاحب من صاحبه سواء الأب أو الأم في وسيئة جمان ودي مهمة مع المتابعة توفير البيئة السليمة يعني على الأسرة إنها دايماً تكون حريصة على تربية الأخلاق السليمة نبقى بصاحبين ولاد ونعملهم كويس وننشأ الأطفال دول بطريقة كويسة وما يسمعوش مننا إلا أطيب الكلام حتى لو أنا لساني مش كويس أصبطه أعدل أنا عشان ينعيد الولادي لا تستسب ما سبش ودي أو أشتمه فيحصل إنه يبقى الموضوع سهل عليهم أو إن أنا أتكلم على حد أو إن أنا أدخل بيتي أي حد لأ كل حاجة بحسبها كويس قوي عشان في عندي مشروع الإنسان الصغير الطفل ده اللي بيحاكيني واللي عايز يقلدني من حبه في أبيه وأمه أو إن أنا كمان مش عايزة أفتح له الأبواب الوحشة دي عشان ما يبقاش سهل عليه فعل السوق أو إنه يصاحب أهل السوق هو كده بينه بين السوق ستر وحجاب أنا كأسرة بحاول أعمل هذا الواقي ومن قبل ذلك إن الإنسان يحرص على المال الحلال لإن ده جند خفي بيحافظ على البيت كله وبيوفق الإنسان إلى صالح الأقوال والأعمال في نفسه وفي أهله وفي أولاده كمان البيئة الحسنة دي بتكون بإنه ما سيبش أوقات فراغ لولادي إنه هما يستغلوها بطريقة غلط فالنفسه إن لم تجعلها بالحق أشغلتك بالباطل لازم أشاركهم في الأنشطة النافعة سواء أنشطة دينية يتعلموا زي يقروا القرآن صح ويحفظوا القرآن مسابقات الأدبية المسابقات الرياضية أو يدخلوا كما يبقى لهم نشاطات اجتماعية أشوف المكتبات اللي حولي المكتبات العامة بتعمل كتير من الأنشطة نخلي أولادنا إيش يرسموا إيش يقراءة أو إيش كتبات أدبية أي مكتب عامة يشتركوا فيها بجانب مثلا ليهم نوادي أو ليهم مراكز المختلفة اللي ممكن هما يشتركوا فيها سواء اللي بتقوم بتشجع على الرياضة أو بتشجع على الفنون والثقافة عموما النشاطات الاجتماعية يزوروا معايا أهلهم يبروا جدهم يبروا جدتهم خلانهم عمانهم خلاتهم النشاط ده حركة البر مش بيشوفها كلام بيشوفها فاعل قبل ما يشوفها كلام وفي نفس الوقت بيشوفني هنا بعفو عنده وبسامح ده فيقتدي بيه اللي أنا بعمله كل ده بيعين على إيجاد أنت شغل وقته بصوالح الأعمال وفي نفس الوقت نيتك حضرة يقضة بأن أنا بعمل كده وقايا وحماية الأولاد إن شاء النية ده مهم بيرزق الإنسان على قدر ما في قلبي من نوايا طيبة صالحة وبساعد ولادي إنهم يطلعوا صالحين وصالحان ترجمة نانسي قنقر